اشتركوا في القناة في شركة التجميع في شيز فاست طبعا هذه الشركة تمنحك صندوق بريد في الولايات المتحدة الأمريكية ما يميز هذه الشركة أنها تقبل التخزين لمدة 6 شهور أي 180 يوما بشكل مجاني طبعا بإمكانكم أن تقرأوا بعض المعلومات هنا إذا أردتم أن تقوموا بالاطلاع أكثر طبعا هنا يوجد أيضا حساب تكلفة الشحن طبعا كما ترون أن الموقع هو باللغة العربية يوجد هنا لماذا في شيز فاست أسعارنا المنافسة معلومات عننا الدليل قائمة المنار تاجر تصل بنا أتمنى أن تطلعوا عليهم أنتو طبعا كما ذكرت ها هو يمكن الاحتفاف بأي عدد من المشتريات وبأي حجم في خزانتك لدينا حتى 6 أشهر من وقت وصولها مجانا طبعا أتمنى أن تقرأوا بقية الأمور الموجودة هنا والموجودة هنا وكذلك ما يوجد هنا طبعا لا أنسى أنه لا توجد أي رسوم اشتراك أو تجديد سوف يعطونك صندوق البريد مجانا طيب كذلك ماذا هنا أيضا كما طيب الآن سوف نقوم بشرح التسجيل في البداية نقوم بالذهاب إلى تسجيل طبعا لا أنسى نعم لا أنسى الشركات الشحنة التي تشحن عليها هذه الشركة هي ثلاث شركات الأولى أراميكس والثانية دίوتشل والثالثة في ديكس طيب هنا يقول لك خضعت الاسمك باللغة الإنجليزية كباللغة أنا الأول WOR باللغة العربية هنا لقب العائلة بالانجليزية وهنا بالعربية لقب العائلة البريد الاكتروني تختار لغة الواجهة المفضلة بلد الاقامة طبعا هنا لغة الواجهة المفضلة انا وضعته عربي او هو اصلا واضحه عربي لانه موجود في الرابط هنا اي ار كلمة السر تأكيد كلمة السر توافق على الشروط تفغط على زر تسجيل سوف اعود لكم بعد ان اعمل هذه العملية ان شاء الله بعد ذلك تخرج لك صفحة بهذا الشكل طبعا مطلوب منك العنوان البريدي كما هو واضح الان لديك عنوان امريكي وخزانة في مستودعنا خاصة بك خطوة تالية هي يفافة عنوان الوصول في بلدك طيب نفع هنا الاسم الاول اسم العائلة العنوان تكملة العنوان البلد وبعد ذلك المدينة ثم الولاية والمقاطعة والرمز البريدي ورقم الهاتف ثم البريد الالكتروني وتفغط على التالي سوف اعود لكم بعد ان اعمل هذه العملية ثم تخرج صفحة بهذا الشكل عن شركات الشحن ديتشل ورامكس وفيديكس الاقتصادي وللاولوية العالمية طيب نفغط على التالي هنا سوف يعطيك العنوان صندوق بريدك تفغط على التالي ايضا يمكنك ان تراه في حسابك على موقعهم على منافقت على التالي هنا تختار اما الحساب العادي مجاني او حساب الفرز التلقائي 2 دولار للشحنة المستعملة اقرأ ما هو موجود لديك هنا انا سوف اختار المجاني طيب بعد ذلك يقول لك لقد تم التفعيل بنجاح لقد اعددنا لك قائمة بافضل متاجر الاملكية التي يحب عملاءنا التسوق فيها دائما كل ما عليك وزيارة صفحة قائمة المتاجر ولا تتردد فيه على العموم نفغط هنا بعد ذلك انا سوف اذهب الى لا اريد يعني المتاجر ها هي المتاجر كما ترونها طبعا لا اريد هنا هنا الصندوق الحالي الشحنات طيب القائمة دفتر العناوين هنا معاملات المالية لشعرات برنامج الشراكة اشعرنا الادادات لو فغطنا عليها لنرى ان كان هناك شيء يجب ان نقوله لكم طيب بامكانكم ايضا انتم ان تراجعوا هذه المعلومات على مهل طيب دفتر العناوين كما ترون هنا بامكانك ايضا ان تفيف عنوان اخر لو ذهبنا الى الخزنة بايب اه بايب الصندوق الحالي الشحنات تحت التجهيز جاز للدف انتفار لنابلت انا الشحن مشتريات بايب شحنات تم استقبالها تم الشحن بايب بايب لو فغدنا هنا الصفحة الرئيسية بايب هان اريد ان احصل على العنوان اين هو احصل على العنوان باية احصل على العنوان سوف أبحث عن العنوان ثم أتيكم إن شاء الله طيب نحن نبحث ونبحث والعنوان موجود في الأسفل العنوان الخزن الخاص بك ها هو الاسم أدرس الأول أدرس الثاني المدينة المقابعة لرمز البريدي الرقم التلفون طيب بهذا كذا يكون قد انتهى شرحنا لهذه الشركة طبعا وضع معلومات هذه الشركة في مواقع التسوق كما شرحناه في السابق في شركات أخرى فلا يحتاج أن نقوم بالشرح أو إذا تريدون أن نقوم بالشرح فسوف نقوم بالشرح طيب لنقوم بالشرح قبل أن نختتم بعد ذلك نذهب إلى أدرس مانيجر أدرس بوك ثم نضع كلمة المرور ونفقد هذا الزر سوف أعطيكم بعد أن أعمل هذه العملية إن شاء الله طيب بعد ذلك نفقد على هذا الزر ثم هنا نضع الاسم نذهب وننصخه من هنا ثم نأتي ونضع الاسم ثم الأدرس الأول أفوان الأدرس الأول ثم الأدرس الثاني طبعا من بعد حرفين FF يوجد رقم هنا هذا فروري أن تتأكد أنك قد وضعته بشكل سليم لذلك إن صخ والصق فهو الأفضل فهذا هو رقم صندوقك لديهم ثم أفتح قاوس وسكر القاوس كما ذكرنا نضع ماذا اسم الشركة حتى أميز العناوين هذا عن هذا كما شرحناه في السابق هنا سيتي المدينة ثم بعد ذلك الولاية أو المقاطعة ثم بعد ذلك الرمز البريدي ثم بعد ذلك نختار الدولة أين موجود هذا الصندوق موجود كما ذكرنا فقط في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك نقوم بوافع رقم الجوال أو رقم التليفون طيب هذا ممتاز جدا أنسخه إذن بالكامل طبعا هناك فراغ يجب أن أمسحه بهذا الشكل أتأكد أنه لا يوجد أي فراغ طيب بعد ذلك تغوم باختيار هنا هذا الخيار معنات هذا الأمر لا تقم بإرسال شحنته إلى هذه الشركة في أيام الإجازة لماذا؟ لأن ربما الشركة تكون مقلقة في أيام الإجازة ويتم إيصال الشحنة إلى الشركة من يستلمها ولا يوجد أحد لذلك نفع هذا الخيار ثم نقوم بالضغط هنا بعد ذلك أقوم بوافع الإسم للبطاقة اليتمانية والرقم وتاريخ الانتهاء الشهر والسنة ثم أبحث عن شركتي الآن وهي هذه كما ترون أفغط هنا بعد أن أضع هذه المعلومات أفغط هنا عن عنوان الشركة التي أضفناها الآن طيب فقط هذا ما لدينا لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديد الدروس وعمل لايك للفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم وفي أمان الله في دروس القادمة إن شاء الله شكرا